أنا ماجد حسن أبو عبيدة أعمل الآن في غرفة تجارة وصناعة رامالله تخرجت من جامعة بيرزيت بيكالوريس إدارة أعمال عام 1989 وتخرجت أيضاً من الجامعة ماجستير عام 2017 أمل أنه اللي حصل أخيراً في جامعة بيرزيت يكون هو حدث استثنائي وليس حدث أصيل أنا من خلال وجودي في جامعة بيرزيت سواء كنت طالب في المرحلة البكالوريس أو الماجستير بستطيع أني أقول أن هذا الحدث هو حدث استثنائي وليس حدث أصيل هناك ازدحامات في الجامعة في المطاعم في المرافق الجامعة كلها لم تتخذ دارة الجامعة موقف صار انتجاه ذلك لماذا يتخذ هذا الموقف فقط في الاحتفال بتكريم أهالي الشهداء وهالي الأسرة في مناسبة وطنية كنا نتمنى أن لا تقدم الجامعة على مثل هذا الخطو وفي نفس الوقت كنا نتمنى أن لا تكون ردة فعل الحركة الطلابية من خلال هذا الموقف الذي حصل يعني أنا أعتقد دائما أن الخطأ لا يعالج بخطأ صحيح أنه البادئ أظلم لكن كنا نتمنى أيضا أن الحركة لا يكون موقفها ذلك موقفها بالرد بمثل ما حصل وأن تفوت الفرصة ولو لمرة واحدة لإدارة الجامعة وأن تكون بمتابعة هذا الأمر من خلال حراك يعني لجمهور الطلبة حراك جماهيري حراك على صفحات التواصل الاجتماعي في كل الأماكن حتى تصل للرسالة قوية لإدارة الجامعة بأن ما قدمت عليه هو تجاوز لخطوط حمر لا ينبغي لها أن تتجاوز أما وقد حصل هذا الذي حصل في الجامعة فبظل هذا الحدث هو حدث استثنائي وأنا أقول يعني بصفتي كنت أحد أبناء الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت جامعة الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت أكثر الحراكات الطلابية وأكثر الكتلة الطلابية التزاماً التزاماً بمصلحة الجامعة والتزاماً بقوانين الجامعة والتزاماً بالمواثيق التي تعقدها مع الجامعة وهذا يشهد لها تاريخ الجامعة لا نقول ذلك الدعاء وكل إدارات الجامعة تعرف ذلك وبذات عمادات شؤون الطلبة ويعني أنا ابني في يوم الأيام كان منسك للكتلة الإسلامية وعضو مجلس طلبي وأنا سمعت هذا الكلام من الأخ مدير في عماد شؤون الطلبة الأخ بيزن قال إحنا نتمنى هذا الكلام قال لي شخصياً قال نتمنى أن الكتلة الطلابية والأنشطة الطلابية التي في الجامعة عندما كانوا يقومون فيها أن يلتزموا بمثل الالتزام الذي كانت به الكتلة الإسلامية هذا إن حصل هناك خطأ في وجهة نظر الجامعة وإحنا نقول أننا كما أسلفت يعني لا نحبذ ولا نريد أن يكون رد الفعل هكذا لكن إدارة الجامعة هناك فرق بين نهج وبين حدث استثناء لابد أن يعطى هذا الحدث حجمه في ضوء سياكه اللي حصل في داخل جامعة برزيد لا نضخم هذا الحدث ولا نكبر هذا الحدث ولا نعطي هذا الحدث أبعاد هي حقيقة ليست من سمات هذا الحدث الذي حصل أنا في تقديري أنه حصل في جامعة برزيد هو حدث استثنائي يمكن تداركه ويمكن استدراكه ويمكن الوصول إلى رؤية تمنع حدوثه في المستقبل أنا أعرف أن جامعة برزيد تتعرض لضغوط ضغوط داخلية وضغوط من الاحتلال وضغوط خارجية وهناك بعض المعلومات التي نسمع بها من هنا وهناك أن هناك في ضغوط لإدارة جامعة برزيد لكن تاريخيا جامعة برزيد ليست هذه أول مرة تتعرض لضغوط نحن عشنا في فترة الانتفاضة الأولى في جامعة برزيد وقبل الانتفاضة الأولى وأغلقت الجامعة عدة مرات وتعرضت لضغوطات كثيرة وكانت إدارة الجامعة تواجه هذه التحديات بالالتحام مع الطلاب ومع الأساتذة وتقف في وجه هذه التحديات بشكل يعني جسد الوحدة الوطنية بأحسن صورها وفي نفس الوقت ظلت جامعة برزيد جامعة شامخة ووراءها كل الشعب الفلسطيني ووراءها جمهور الطلب ووراءها مدرسية آمل من جامعة برزيد أن تظل على العهد وإحنا أملنا ولا نفقد يعني هذا الأمل من إدارة جامعة برزيد أن لا تحيد عن هذا الطريق الذي اختطته وجامعة برزيد لهذه المواقف اللي وقفتها في السابق نالت احترام الكل الفلسطيني احترام كل الكتل الطلابية احترام الشرائح المجتمع الفلسطيني على مختلف ميولاته السياسية والفكرية والكل الأشهد في هذه الجامعة وفي إدارتها نحن الآن هذه الضغوطات في هذه المرحلة بالذات لا ينبغي أن تثني جامعة برزيد عن السير كدما في السياسة التي اختطتها هذه الجامعة ولا أنا زال أذكر موقف لحن ناصر الآن في عام 96 عندما طلب منه الراحل ياسر عرفات بمنع الانتخابات في جامعة برزيد رفض أن يوقف الانتخابات في جامعة برزيد وأصر على أن الانتخابات الضل موجودة عندما تعرضت الجامعة لضغوطات لمنع الأنشطة الوطنية في جامعة برزيد في السابق في التسعينات وفي الثمينات إدارة الجامعة كانت ترفض ذلك وظلت تسمح للحركات الطلابية والكتر الطلابية بمعنى أن هذه الضغوطات ليست أول مرة على الجامعة فلذلك هذه الضغوطات لا ينبغي بأي شكل من الأشكال أن تحرف إدارة الجامعة عن مسارها الوطني وعن الطريق الذي اختطته لنفسها منذ أنشئة هذه الجامعة آمل ذلك رسالتي لإدارة الجامعة أن الحدث الذي حصل في نتيجة الاحتفاء بالانطلاقات الأخيرة هو حدث استثنائي وليس نهج وعندما نقول ذلك لا ندعي ذلك إدعاء لأن الإنسان يقيم بمجمل أنشطته ومجمل ممارساته السؤال الذي نوجهه لجامعة برزيت أنتم تتعاملون مع الكتلة الإسلامية منذ عشرات السنين هل حصل أن حدث هذا الحدث أم هو حدث استثناء هل هذا الحدث هو تكرر عشرات المرات ومئات المرات في داخل جامعة برزيت أم هو حدث يتيم حصل في داخل الجامعة نتيجة انفعال الجمهور الطلبة عندما رأوا أمهات الأسرة وأمهات الشهداء يعني يقفون على الباب ويمنعون من الدخول ليحتفى بهم في مناسبة وطنية الآن إدارة الجامعة يجب أن تعالج الموضوع بشكل حكيم ويمكن استدراك الموقف يمكن الآن الجلوس مع كل الكتل الطلابية بدعوة كريمة من إدارة الجامعة لوضع مثاق شرف حقيقي يراعي في كل القيم الوطنية ويتفك على مجمل القضايا في داخل إدارة الجامعة بالذات في بعدها الوطني وعند ذلك عندما يتم التجاوز بقصد وبإرادة وبدون ما يكون ردة فعل يمنحق الجامعة أن تحاسب من لا يلتزم على ذلك أما أنه نرى التعامل الآن والكيل بمكيلين على إدارة الجامعة هذا لا يلك في جامعة بيرزيد هناك أحداث حصلت كبيرة جدا في داخل الجامعة قبل هذين الحدثين وأضرت بصورة الجامعة وتحولت شوارع والكل حدث تحولت إلى ساحة قتال في الجامعة وجامعة بيرزيد تعاملت مع الأمور بشكل بسيط وبشكل عادي لماذا الآن تضخم هذا الحدث ويكبر هذا الحدث ويعطى أبعاد أكبر لا نقول أن هذا الحدث صح كان ينبغي أن لا يكون ذلك لكن هذا الحدث يعطى حقه والإنسان عندما يعني يقف عند حدوده ويعطى الحدث حجمه الحقيقي ويتم معالجته واستدراكه وتوجيه رسالة بأن لا يعود مرة ثانية لمثل هذا الحدث وعاد يمكن لدارة الجامعة أن تتخذ خطوات أما الآن أن يكبر هذا الموضوع ويضخم ويعطى أبعاد فأنا في تقديري ليس من الحكمة بمكان الآن يمكن هذا الحدث أن يستدرك يمكن أن يعالج بطريقة حكيمة ويعود بالنفع على الجامعة كإدارة وعلى الحركة الطلابية وعلى صورة جامعة برزيت وأن لا تمس صورة جامعة برزيت الوطنية والطيبة بأي خدش في الجامعة لكن إذا جامعة برزيت الآن أقدمت على اتخاذ خطوات لا سمح الله خطوات بتمس أنشط الطلاب في الجامعة وتمس كوادر الحركة الطلاب في الجامعة هذا الأمر يعني بداية تصعيد لا يعود بالمصلحة ولا على أي اتجاه من الاتجاهات في الجامعة سواء الطلبة أو سواء ندارة الجامعة أو سواء الجامعة ككل لأن هذا يعني ليس ضبط للأمور ولكن يعني تصعيد للأمور والعاكل هو الذي يستدرك الأمور ويضع حد للإشكالية لكن بحكمة وبعقلانية وبتأدى ومن خلال الحوار الهادي والعقلاني